أعزائنا المشاهدين بمناسبة العيد الرابع والثلاثين لتأسيس محطة تيليلومير والذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس فضائية نورسات وذكرى إطلاق مجموعة فضائيتها ومروري 14 عاماً على تأسيس مكتب لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين تتقدم الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأردن وفلسطين بخالص التهنئة وصادق التبريك سائلين الله القدير أن تعاد هذه الذكرى وقد تحقق السلام في الأرض المقدسة وغزة والعالم أجمع مع تمنياتنا لمجلس إدارة الفضائية ولكافة العاملين فيها دوام التقدم والتوفيق والبداية مع العنوين الأمير الحسد الحوار بين أتباع الأديان يتحقق بالعدالة بين الناس ورفع الظلم عنهم الكاردنال بيتسابالا يرعى الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس رهبنة الكلمة المتجسد البطرياكسي أوفلس الثالث يبحث مع رؤساء المحاكم الكنسية قانون العائلة المسيحية في ختام مؤتمرهم بالقاهرة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية يدعونا إلى إنهاء العدوان على غزة وفيها أيضاً القيامة تجيب عن تساؤلات الإنسان في حلقة من برنامج صباحكم نور أهلاً بكم رعى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلسي أمناء المعهد الملك للدراسات الدينية افتتاح الندوة الدولية السابعة للمعهد تحت عنوان الإنسانية في زمن السلمي وفي زمن الحرب وقد أكد سموه في كلمته أن المعنى الحقيقي للحوار بين أتباع الأديان يتمثلوا بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مشدداً على أهمية الحديث عن الثقافات المشرقية كحاضنة للحضارات تختزن في مضامينها روح الإشراق ووحدة الضمير الإنساني والقيم البشرية الجامعة وعلى فتا سموه إلى ضرورة أن تصبح الكرامة الإنسانية مرشداً للسياسات واحترام هوية الآخر من جانبه شدد بطرياركو الكنيسة الكلدانية الكاردنال لويس روفايل ساكو على ضرورة تنشئة الأفراد على الرسالة السامية من خلال التعليم والمساجد والكنائس وورشات العمل والإعلام ومن جهته أشار السفير البابوي في الأردن المطران جوفاني دالتوزو إلى ضرورة إشراك المجتمعات في الحوار بين أتباع الأديان من أجل تطوير مفهوم الثقافة المشتركة وتعزيز احترام القانون الدولي والإنساني والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية المعتقد بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس رهبرة الكلمة المتجسد وثلاثين عاماً على خدمتهم في الأرض المقدسة ترأس غبطة الكاردينال بيرباتيسة باتسبالة بطريور في القدس للاتين القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة البشارة ببيت جالة بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وممثلي مؤسسات مسيحية في الأرض المقدسة وجمع كبير من المؤمنين وفي كلمته تحدث غبطته عن يسوع وطاعته للأب ودعا الحضور إلى خدمة الصغار وضرورة الاهتمام بهم كما شرح غبطته التجسد في حياة الكنيسة والتي هي ببعدها الإيماني خدمة للسيد المسيح وفي ختام اللقاء تقدم المكرسون من أعضاء العائلة الرهبانية بتجديد نذورهم الرهبانية الدائمة اجتمع غبطة بطريورك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس توفلوس الثالث مع كافة رؤساء وأعضاء هيئات المحاكم الكنيسية التابعة لبطريوركية الروم الأرثوذكس بحضور رئيس محكمة الاستئناف سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والفريق القانوني للبطريوركية وقد ناقش المجتمعون كافة الأمور المتعلقة بقانون العائلة المسيحية الذي تم إقراره من قبل المجمع المقدس للبطريوركية ودخلا حيز التنفيذ في كافة المحاكم الكنيسية منذ الأول من شهر آذار الماضي ليواكب تطورات العصر وحماية الأسرة المسيحية وتماسكها اختتمت بالمقر البابوي بالقاهرة أعمال اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط والذي رعاه البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وتم خلال اللقاء مناقشة الوجود المسيحي في الشرق الأوسط والعلاقات مع العائلات الكنيسية والمجالس المسكونية وصدر في ختام اللقاء بيان مشترك أعرب فيه رؤساء الكنائس عن القلق العميق إزاء الصراعات والتوترات التي يشهدها العالم في شتى أنحائه وإدانتهم للعنف بجميع أشكاله ودع المؤتمرون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للعدوان على غزة والبدء في مفاوضات هادفة من أجل التوصل إلى حل دائما للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأضاف البيان إن العدالة هي وحدها القادرة على ضمان استعادة السلام الدائم في الشرق الأوسط بمناسبة عيد السيدة العذراء ينبوع الحياة ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة ديرها العامر في دبين بحضور رئيسة الدير الأم آيرينا وأخوياتها وعدد كبير من أبناء الرعية وفي عدد القداس قال سيادته هذا يوم عظيم في الكنيسة بعد القيامة المجيدة بنعمة شفاعة أمنا الفائقة القداسة التي تقودنا إلى الخلاص وختم سيادته بالدعاء إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن حكومة وشعبا وقيادة وأن تتوقف هذه الحرب البشعة في الأرض المقدسة وأن يرفع الشدة عن غزة ويتحقق السلام في أرض السلام وبعد أن أعلن سيادته انطلاق الموقع الإلكتروني وبدء البث التجريب للمحطة الأرثوذكسية أقيم زياح احتفالي ضمن أجواء الفرح على أنغام معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية أقيم في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان دورة المجمع الكنسي لهذا العام والتي أقيمت باسم الثالوث الأقدس تحت شعار كن غالبا وقد ترأس خدمة الصلاة نيعفة رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم وراعي الكنيسة القصة الكنون فائق حدد اليوم بدأ مجمعنا الكنسي لمطرانية القدس والشرق الأوسط في كنيسة الفادي في جبل عمان وهذه كانت خدمة افتتاحية المجمع الكنسي اللي بدناها باسم الثالوث الأقدس وراعيانا من كافة أرجاء المطرانية من سوريا لبنان من الأردن من فلسطين التاريخي حتى نكون مع بعض في هذا الاحتفال المبارك كما في كل عام اخترنا هذه السنة شعار المجمع ليكون كن غالبا والآية الذهبية اللي بتقول ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا اليوم احنا منمر بظروف كتير صعبة التحديات والصعوبات والحرب الموجودة في منطقتنا عدم الاستقرار والخوف من المجهول بتذكرنا بكلمات يسوع للقديس بطرس لما كان ماشي على بحيرة طبرية وتحدى بطرس يجي لعنده ماشي على المي وهناك يسوع تقال للتلاميذ تشجعوا أنا هو لا تخافوا اليوم رسالة المسيح ان كلياتنا في الشرق الحبيب المجروح انه ما نخاف نتشجع تكون عندنا الصمود الواجب وكمان الحضور وسط رعيانا وسط مؤسساتنا حتى تظل الشهادي المسيحي في هالأراضي المقدسة موطئ قديمي الرب حاضرة وقوية بنعمة الله والروح القدس وبهالموسم القيامي المجيدي نحن من أولى لكل فعلا إن شاء الله مع المسيح نقوم حتى نعمل عمل الرب في شهادتنا بقوة الروح القدس إن شاء الله في العنصرة نحصل على القوة حتى نتابع في شهادتنا وكرازتنا بإنجيل المسيح نشر بشارة السلام والمحبة والمصالحة بين كل الناس بمناسبة انعقاد المؤتمر العالم السابع عشر لحركة الشبيب الطالب المسيحي في عمان والذي رعاه سمو الأمير علي بن الحسين ويحضره ما يقارب مئة مشارك من ثلاثين دولة أجرت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين مقابلة مع رئيسي وعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر أنا اسمي روي إبراهيم أنا منسق البرامج بالأمانة الدولية للشبيب الطالب المسيحية بفرنسا جايين اليوم على نورسات الأردن لحتى نخبركم أكتر عن مؤتمرنا العالمة فتابعونا لهذه الحلقة أنا إبراهيم مسلم الأمين العام للشبيب المسيحية في الأردن اليوم موجودين في مكاتب نورسات لحتى نحكي أكثر عن المؤتمر العالمي السابع عشر لشبيب الطالب المسيحية تابعونا طالق إحجازين من اللجنة المنظمة للمؤتمر العالم السابع عشر الذي عقد في عمان اليوم إحنا موجودين في مكاتب نورسات للحديث عن تفاصيل هذا المؤتمر عن محاوره وأهميته وأهمية العقاده عننا في الشرق الأوسط وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية تابعونا في كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين إربد تم منح سر المناولة الأولى والتثبيت لثمانية عشر من أبنائه وبنات الرعية وذلك في قداس احتفالي ترأسه الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن وعونه في الخدمة الأب فراس عريضة كاهن الرعية بحضور الأهالي والأصدقاء إلى المزيد بلباسهم الأبيض مثل الملائكة دخلوا الكنيسة ليجددوا مواعيد الروح القدس ويتناولوا أول قربان إلهم احتفلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي لمنح سرية المناولة والتثبيت لثمانتعشر طفل وطفلة من أبناء وبنات الرعية ترأس الخدمة الأب جهاد شويحات جزيل الوقار القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين بالأردن وساعدوا الأب فراس عريضة كاهن الرعية والشدياق جمال معايعة وأكيد خدام الهيكل بحضور الأهل والأصدقاء وأبناء الرعية كلمة الأبو نشويحات للأطفال بأن المناولة والتثبيت هي فرحة حقيقية لهم نقبل فيها جسد يسوع ومواهب الروح القدس لنكون شهود وأبناء حقيقيين لا يسوع وأكيد مع ضرورة الصلاة والتناول يوم الأحد والأهل والأشابين كان لهم دور من الرسالة أو كلمة سل أبونا ليرجعوا وأكد عليهم بأن الصلوات والتأملات تكتمل لما نأدي رسالتنا المسيحية بحياتنا وأخلاقنا بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه بصورة كثير مليحة وصادقة ومن بعد العذا تم تجديد مواعيد الروح القدس لي نالوا من بعده سر المناولة والتثبيت أول مرة في حياتي عمر الناول من نعيم في العلبي ولياتي عميل ورمي الضعوين صين المائي صين المائي وبنهاية الحدمة وجه الأبونا عريضة كلمة شكر وهذه كتير صغيرة ومتواضعة كعربون محبة وامتنان للأب الشويحات وكمان أطفال المناولة وجهوا كلمة شكر ومحبة للكهنة والحضور من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه مناولة مباركة للجميع وأتمنى من الأهل والأشابين خصوصا لينتبهوا لمهمتهم بهذول السرين المهمين ليكونوا فاعلا الأطفال شهود حقيقيين لأعمال وصورة يسوع بمجتمعنا من إربد لقناة نورسات من فين حدد وفي كاتدرائية القديس مار أفرام للسريان الأرثوذكس بعمان أقيم قداس إلهي بمناسبة الأحد الجديد بحسب الطقس السرياني ووفق التقويم الشرقي لدى الكنيسة السريانية ترأس القداس نيافط المطران مار أنتيموس جاكي عقوب النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائل الديار المقدسة وعوانه في الخدمة الأب الربان بنيامين شمعون كاهن رعية السريان الأرثوذكس في عمان بمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم الروحية بحضور جمع من أبناء الرعية وفي عضتي تحدث المطران جاكي عقوب عن القيامة دعا فيها المؤمنين إلى الفرح بهذا اليوم الذي هو اختبار لحياتنا كما تطرق إلى تفسير الروح القدس ووظيفته في إعادة الخلق من جديد وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه وخلال القدس تلا سيادته مرنما الإنجيل المقدس الخاص بهذا الأحد وختم بتقديم الشكر لقناة نورسات لاهتمامها بتقطية المناسبات المسيحية ماذا سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عطش أم عري أم 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 وآخر موت بعد ما قام المسيح ما حدا شيء رح يخوفني ولا حدا رح يخليني اتراجع عن محبة المسيح خلي تكون سيقتنا ورجعنا في المسيح القائم بين الأموات في هذا اليوم اختبار شخصي بحياتنا ولإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين وبمناسبة عيد الرحمة الإلهية احتفلت رعية سيدة البشارة للاتين في منطقة الويبدي في عمان بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأبس مونح جزين بمشاركة خدام الكنيسة وأفراد الجوقة وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية وضيوف الكنيسة وفي عدة القداس أشار الأبس مون إلى العلاقة الوثيقة بين سر مغفرة الخطايا في عيد الفصح وسر الرحمة الإلهية حيث أن عيد الرحمة هو إحدى رغبات السيد المسيح التي أظهرها بنفسه عند ظهوره للقديسة فوستينة عام 1931 حين طلب منها أن يؤسس هذا العيد ويحتفل به وقد اعترف به قداسة البابا يحن بولست الثاني كعيد رسميا للكنيسة بواسطة مجمع الليتورجيات ونظام الأسرار قام عطوفة محافظ الكرك السيد فراس أبو الغنم برفقة مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة بزيارة إلى بلدة سماكية لتقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد حيث كان بالاستقبال الأب خالد قمو رعي كنيسة القديس ميخايل للاتين في السماكية وعدد من الأباء الكهنف في كنائس المحافظة بالإضافة لمجموعة من أبناء المنطقة حيث قدم المحافظ التهنئة لأبناء السماكية بعيد الفصح المجيد وتمنى للجميع عيادا مجيدة ومباركة وبدوره قدم الأب قمو الشكرى لعطوفته ورؤساء الأجهزة الأمنية على هذه اللفتة النبيلة تصادف هذه الأيام الذكرى الثامنة لتدشين مزار الطوبوية ماري ألفونسين المقامي في كنيسة انتقال السيدة العدراء للاتين في السلط حيث خدمت ألفونسين في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية لمدة سنتين وكان أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتدشين المزار عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد طوال وحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته القديسة ألفونسين من خدمة لمدينة الصلط وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة باسيمة سمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بإعادة ترميم هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة خلال قداسا في بلدة الخضر بمناسبة عيد القديس جوارجوس رفع المصلون الدعاء لأن تتوقف الحرب في غزة وتتحقق العدالة لكي تنعم الأرض المقدسة بالحرية والكرامة والسلام المزيد في رسالة مندبتنا في الأراضي المقدسة في بلدة الخضر الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم تقع كنيسة القديس جوارجوس الأثرية وبمناسبة هذا العيد عيد القديس جوارجوس لابس الضفر أقيم قداس احتفالي ودورة تقليدية في البلدة ترأس القداس المطران عطل حنة رئيس أساقفة صباستيا للروم الأرتدوكس بمشاركة رئيس الدير الأرشمندريت برفيريوس والأب يوسف الهودلي والأب الياس زعرب والأب فرح من رومانيا وعدد من الكهنة والشمامسة والجوقة التي أحيات القداس حضر القداس الاحتفالي رئيس بلدية بيت جالة عيسى القسيس وقنصل اليونان أنا مديكا والسفير جهات خير ممثلوا اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وممثلوا المؤسسات والجمعيات في المحافظة وكشافت المجموعة الأرتدوكسية للبيت جالية والأجهزة الأمنية وحجد كبير من أبناء المنطقة تخلل القداس كلمة للمطران حنى حنى فيها الجميع بعيد القديس جوارجوس وكل من يحمل اسم خضر وقدمت الصلاة من أجل أن تتوقف الحرب وتتحقق العدالة لكي تنعم الأراضي المقدسة بالحرية والكرامة والسلام نحن نحتفل بتذكار القديس جوارجوس العظيم في الشهداء في هذه البلدة الطيبة في الخضر حيث تتجسد دائما الوحدة الوطنية من خلال حضور كافة أبناء شعبنا الفلسطيني مسيحيين من كل الأماكن ومسلمين من كل الأماكن أتوا إلى هذه الكنيسة لكي يضيءوا شموعهم ولكي يطلبوا بركة القديس جوارجوس ونحن في هذه الأيام العصيبة وفي ظل هذه الحرب التدميرية نسأله تعالى أن يتحنن على شعبنا أن يرأف بشعبنا وأن تتوقف هذه الحرب نداؤنا في هذا العيد وفي هذا المكان المقدس نداؤنا الأول والأخير والوحيد في هذه الأيام هو أن تتوقف الحرب نحن دعاة سلام ومحبة والحرب بالنسبة إلينا أمر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال وإن نزيف غزة هو نزيفنا أولئك الذين يقتلون هم إخوتنا ونحن نتمنى أن يتوقف هذا النزيف وأن تنتهي هذه المأساة فهذا القديس هو شفيع الكثيرين وهو القائد بالجيش الروماني الذي ضحى بحياته من أجل نشر المسيحية أجيت لفلسطين هنا لأحتفل بعياد الفصح المجيد وعيد الخضر وانبسطت كثير بالاحتفال بالهيبة بوجود المسيحيين هنا في بلدنا في الأراضي المقدسة وكل عام أنت بخير وإن شاء الله يربي يعمل السلام علينا جميعا وعلى فلسطين وعلى أهلنا في غزة ويذكر أن الكنيسة قد شهدت إقبالا من المؤمنين مسلمين ومسيحيين ومنهم من وضع النظور وأضاء الشموع وأخذ الخبز المقدس الذي يعرف بالقدس وارتداء أطفال بزي القديس الخضر والبعض أتى سيرا على الأقدام من مسافات بعيدة بعيد على أخي خضر وابن ابني جورج وكل واحد بيحمل اسم شفيعه اللي هو مار جريس لكل واحد اسمه خضر أو جريس أو جورج وابن عمي عقوب كمان اسمه جريس بيهني بمناسبة عيده وإن شاء الله يربي بيحل السلام في بلادنا وبتكون للسنة جاي الوضع أحسن ويبعد الشر عن الجميع جاي على الخضر أزور الخضر في عندي شمع بحط دائما بنيجي من زور الخضر ومنحط شموع وبعيد أكل واحد اسمه خضر وجورج كل سنة وأنتوا سلمين وإن شاء الله بيصير الدنيا بتتغير أحوال تانية وبعد القداس أقيمت الدورة التقليدية من الكنيسة إلى دوار البلدة بمشاركة واسعة حيث حملت أيقونة القديس جوارجوس مكللة بالورود من قبل الكشافة وعلى وقع الأجراس التي قرعت في الكنيسة وفي الختام أقيم في قاعة الدير حفل استقبال وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية لنرسات مارلن الحدوى من كنيسة القديس جوارجوس الخضر وفي الأرض المقدسة ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس خدمة القداس الإلهي لمنح السري المناولة والتثبيت لأربعة وثلاثين طفلا وطفلة من أبناء رعية العائلة المقدسة في رمالله بمشاركة الأب يعقوب رفيدي والأب مايكل الثيب وحضور حشد كبير من أبناء الرعية وأهالي الأطفال المتناولين وخلال عيضة القداس ركز المطران الشوملي على روح الصلاة وعلى معنى سر التثبيت المقدس وثمار الروح القدس داعين الأطفال لأن يكونوا شهودا ليسوع المسيح في حياتهم اليومية وأن يمتلكوا روح الحكمة والقوة والتقوى رعت سمو الأميرة آية الفيصل حفلة خريج الفوج العاشر من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي والإدارة المعلوماتية من طلاب وطالبات مدرسة الراهبات لفرنسسكان واجتمل الحفل الذي أقيم على مسرح المدرسة على إلقاء كلمات لمديرة المدرسة والخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وفي نهاية الاحتفال الذي اجتمل على فقرات فنية واستعراضية قدمها طلاب وطالبات المدرسة وزعت سموها الشهادات على الخريجين والخريجات بأجواء من الفرح والبهجة احتفلت كاتدرائية رئاسة أسقفية قطر في العاصمة الدوحة بأسبوع الألام المقدس وعيد القيام المجيدة ترأس الخدمة سيادة رئيس أسقفة قطر كيريوس ماكاريوس مع الكاهن المناوب الأب إلياس بركات بحضور عدد كبير من المؤمنين في دولة قطر والقادمين من السعودية والإمارات مما انشاركوا في سر تقديس الزيت وسر المناول المقدس وخلال الاحتفال قامت الجوقة البيزنطية بأداء الترانيم وتقاريض الجمعة العظيمة بطريقة رائعة باللغات العربية واليونانية والصربية قدم برامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمان حلقة جديدة بعنوان القيامة تجيب عن تساؤلات الإنسان وقد استضاف البرنامج لأب بشير بدر رعي كنيسة قلب يسوع في منطقة ناعور بعمان حيث تحدثت الحلقة عن مفهوم القيامة في حياة الناس والتي هي الختم الإلهي على التصديق لأصل السيد المسيح ولحقيقة دعوته فإلى هناك أبونا نحن في حلقتنا الماضية تحدثنا عن موضوع القيامة وأخذنا الحديث لتساؤلات أخرى طرحتها الناس بين بعضها وأحيانا طرحتها كما لألنا القيامة تأثيرها كيف جاوبت القيامة على تساؤلات البشر أو تساؤلات الإنسان كإنسان مؤمن عم نحكي لنا كيف القيامة أثرت علي جاوبت على سؤالي من هو السيد المسيح بالنسبة لي لماذا أنا موجودة بهذه الحياة شو هالملكوت ما هو موضوع الملكوت كيف بدي أفهم الملكوت شو معنى حياتي شو رسالتي لماذا الألم موجود لماذا الشر موجود فكل هاي التساؤلات أبونا بالقيامة لأت أجوب لكل هذه التساؤلات وأهم السؤال من هو السيد المسيح ماذا تقول القيامة عن يسوع وماذا تقول القيامة عن الإنسان وللإنسان أولا أبدأ وأقول المسيح قام حقا قام هذه كانت قلب البشارة المسيحية الرسل لما انطلقوا يبشروا حكوا كلمتين قد قام نعم قد قام قد قام قلب البشارة كانوا يسموها الكريغما الإنجيلية وهذه الكلمة سمعوها من السماء قال الملائكة ليس هاهنا بل قام قام نعم هي نقل حرفي لرسالة السماء إنه قام وليس هاهنا وأغسطينس القديس الكبير أبن أباء الكنيسة العظام يقول أنه إيمان المسيحيين هو الإيمان بقيامة يسوع نعم إيمان المسيحيين هو الإيمان بقيامة رب لا أحد يؤمن بقيامته إلا المسيحيين هذا ما يجعلنا متميزين ولا يمكن أن تكون مسيحيا بدون الإيمان بالقيامة بقيامة يسوع وأيضا بالقيامة الأبدية لكل إنسان مش أنهيك إذا أردنا أن يعني لنا الاحتفال بالفسح شيء وأن نتعمق في فهمنا لإيماننا أود أن نتوقف عند الأمر الأمر الأول هو القيامة بالنسبة ليسوع ومفعولها مش فيه ولكن عنه والقيامة ومفعولها فينا بالنسبة عن ليسوع القيامة هي أولا شهادة الآب عن حقيقة هذا الابن الحبيب قال بطرس الرسول إن الله أقامه من بين الأموات ونحن شهود على ذلك أي أن القيامة تشهد أمام أعيننا وأمام واقع الإنسان عن من هو المسيح القيامة الضمانة الأولى لأصل السيد المسيح وحقيقة رسالته السؤال أنا لما وجدته لقيته عميق لما يقول من أقام السيد المسيح من الموت هل أقام نفسه إذا أقام نفسه كان الجواب نعم هو أقام نفسه لأنه هو الرب الإله الظاهر في الجسد ولكن إذا حكينا أنه أقامه الرب أو أقامه الآب فهون الجواب لأنه أنا بالجواب هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال فلقيت أنه هو يعني إنسان متعمق في هذه الحياة الروحية ومحتاج للإجابة على هذا السؤال يسوع دائما أعلن أنا في الآب والآب في وظهور يسوع في الجسد هو ظهور الله لنا في الجسد ولا تناقض بين قول أقامه الآب لأنه يريد أن يكون شريك أيضا في خلاصنا وبينما نقول قام يسوع بقوة الألوهية الساكنة فيه وعليه نحن بعد القيامة لم نجعل يسوع ربا ولكن ظهر لنا هو الرب نعم وبتبشير الرسل الكريكما اللي حكيت عليها لقد قام مشان هيك يعني ذكرت الأمرين أنه مسيح الإيمان لأنه بالنسبة لليهود لم يكونوا ينتظروا سوى المسيح نعم المسيح خريستوس كريست بالنسبة للوثنيين لم يكونوا ينتظروا المسيح ما كانوا يعرفوا هذا الانتظار فقدم لهم بولوس الرسول المسيح أنه كيريوس The Lord Dominus السيد الرب بالنسبة للنبوآت العهد القديم تنبأت عن المسيح والله الحي فينا وبيننا ومعنا وبالنسبة للوثنيين الذين قبلوا الإيمان المسيحي المسيح هو قاهر الموت وسيد الحياة إذن هو كيريوس Dominus السيد نعم نحن دائما نحتفلوا بحتفلوا الكنائس بسبت ألي عازر وكنا حكينا بحلقاتنا الماضية لماذا هذا المثل بالذات سبت ألي عازر كان تحضير لا الأسبوع المقدس لأن سبت ألي عازر شهد لنا شهادة حية عن قوة السيد المسيح بحيث أنه قهر الموت وأقام ألي عازر بعد موته بثلاث أربع تيام مسبقا نعم مسبقا وهذا الذي يقول يسوعا ذاته أنا القيامة والحياة لأخت العازر أنا القيامة والحياة يسوع القيامة أيضا يقوم بفعل الإقامة يقيم العازر لكن القيامة الحقيقية هي القيامة الأبدية يعني هون السؤال اللي بدنا نيجي عليه أنه قبل ما نطرح أبونا موضوع الألم وموضوع الشر الموجود بالحياة القيامة أجابت على هذا التساؤلات لماذا الشر موجود يعني لماذا يسمح الله بالشر أو بالألم للأشخاص لأنه دعاهم أنتم أبنائي وأنا بحبكم بدلتوا نفسي من أجلكم ولكن على هذه البسيطة وهذه الدنيا يسمح بالشر ويسمح بالألم إذا كان الله سيد الحياة وإذا كان طيبا فلماذا الشر موجود أو لماذا نقول لا يريد الله الشر ولكن يسمح به نعم مع طلالة كل يوم وأنا جاي هل على الطريق كنت أفكر في الأمر مع طلالة صباح كل يوم نأمل ما هو جميل والناس اللي رايح على أشغالها وفكر في كل واحد شو يحمل يعني توقعات لهذا النهار ولا رايع مقابلة ولا رايع شغله فيهم السعيد فيهم المريض فيهم رايع المستشفى فيهم اللي منطلق هنا وقلت كل يوم بتساءل دول وين رايحين ومن وين جايين وأنا راجع كل هذه الحقائق الإنسانية بتخلينا نتساءل طب ليش؟ لماذا؟ الكتاب المقدس مليء نعم بعشرات إن لم تكن مئات الأسئلة لماذا يا رب؟ لماذا ذلك؟ للتوضيح الله أصل الخير نعم لا بل الله هو الخير المطلق الكتاب المقدس يتكلم عن شعور الله بتعابير إنسانية على ألم الإنسان نعم وكيف قلبه وأيضا يعطي سورة الرحم الذي من الرحمة يتحرك تتحرك أحشاؤه نحو ألام أبنائه لذلك نبعد أن الشر مصدره الله الله نعم الشر جاء من أكثر من مصدره المصدر الأول قبل أن نقول الإنسان هو بحكم ما تعلمه الكنيسة الكاثوليكية مشان هيك جيبت هذا الكتاب مشان أقرأ فقرة واحدة أن الخلق كله محدود لماذا خلق الله الكون محدود لأنه يسير إلى كمال وهذا ما يتكلم عنه لهوت بولس الرسول الكمال والاكتمال في نهاية الحلم نعم إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها الأمير الحسن الحوار بين أتباع الأديان يتحقق بالعدالة بين الناس ورفع الظلم عنهم الكاردينال بيتسابالا يرعى الاحتفالة بمرور أربعين عاما على تأسيس رهبنة الكلمة المتجسد البطرياكسي أوفلس الثالث يبحث مع رؤساء المحاكم الكنسية قانون العائلة المسيحية في ختام مؤتمرهم بالقاهرة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية يدعونا إلى إنهاء العدوان على غزة للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورسجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر